إذن أضحت ظاهرة العنف في الوسط المدرسي إحدى الظواهر الخطيرة التي تهدد حياة أطفالنا فكم من مرة تزهق أرواح أتلميذ بغير وجه حق ظاهرة يرجعها المختصون إلى عدة أسباب نتعرف عليها في تقرير سيدحمد هديبل أضحت ظاهرة العنف في الوسط المدرسي كابوسا يومي للجزائريين الذين يحبسون أنفسهم مع سماع أي قصة تتعلق بضحية جديدة سواء داخل حرم المؤسسات الثربوية أو في محيطها تعداد الضحايا من التلميذ في تزايد يوميا أرواح تزهق جرحى وإصابات شجارات جماعية تستعمل فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء والألعاب النارية المدرسة تلعب كذلك دور أساسي في تنشئة الطفل التنشئة التربوية سلوكية نظامية انذباطية وعلى هذا فإن للمعلم أو للمربي بصفة عامة سواء كان أستاذ سواء كان مدير سواء كان مستشار تربية وبصفة عامة الجماعات التربوية لا بد أن نرقب بسلوكاتنا بتعاملاتنا تراجع الحس المدني وتنصل الأولياء من واجباتهم وضعف التأقير بالإضافة إلى انعدام التغطية لأمنية في بعض المؤسسات التربوية معطيات زادت من حجم الظاهرة فهم ضحايا فلا نلومهم ولكن نلوم الأب والأم والمؤمام والمسجد والمؤسسة التربوية بجميع أطوارها والشارع والدكان عما الآن أمام ما يقوم به أبناؤنا لأن الإبن اليوم حينما يدخل بعض المواقع يعني ما كانش من عندهش من يراقبه فيرى هذا الأسلوب العنفوي ويتعلم العنف وأصبح الشاب يقتل بكل برود تزايد معدلات العنف في الوسط المدرسي وسقوط العديد من الضحايا في كل مرة يستوجب تحركا سريعا على أكثر من صعيد